في الأردن لا تزال احتفالات العيد مستمرة حيث اعتاد الأردنيون في الأعياد قضاء أوقاتهم في المتنزهات والحدائق مع العائلة والأصدقاء في مشهد أصبع تقليدا لدى المواطنين عيد الأطحى في العاصمة عمان شهد إقبالا كبيرا لمحبي المتنزهات خلال أيام العيد تفاصيل أكثر في التقرير التالي متنزهات عمان عادت بحيويتها في عيد الأطحى لتستقبل محبي الطبيعة من جهة ومن جهة أخرى اكتذت مدن الألعاب بالأطفال ابتهاجا لقضاء أوقات عائلية اعتاد الأردنيون عليها في مثل هذا الوقت من العام وما بين الطبيعة والتسلية ترتسم الفرحة على وجوه العائلات كل عيد بني جاي هون كل عيد لازم نطلع ملاقي وإذا ما بنطلع يعني بنعدش عيد العيد للأطفال بس نحن كمان بننبسط نروع عند العائلة عند الأرايب ومنجي هون على الألعاب بننبسط هو العيد للفرحة أصلا أجواء لا تخلو من طبق الشواء وتناول الغداء في أحضان الطبيعة هكذا يقضي الأردنيون أجمل أوقاتهم بعد انتهاء زيارات الأهلي والأصدقاء جلسات عائلية في جبال عمان والمناطق المطلة على الطبيعة وبمشاركة الجميع تحضر وجبة الطعام ببهجة أطفت نكهة هي عنوان الاحتفال بالعيد الأجواء كثير حلوة بجمعتنا إن شاء الله يديمها بكل سنة والله يديم علينا الأفراح والأعياد يا رب نحب نطلح عائلات أسرية مع بعض ونفسح لأولادنا على الألعاب على الملاهي على المتنزهات نعمل تجمعات مع بعض القرايب والأولاد العم والإخوان ونشوي ونفرح ونضحك ونتسامر مع بعض إن شاء الله مشهد هو الأبرز في عيد الأطحى متنزهات تحتضن زائريها بترحيب افتقده الأردنيون في سنوات كورونا واليوم يعود لرسم لوحة فنية جمعة الطبيعة ومحبيها في إطار واحد فرحة العيد لا تكتمل دون تجمع العائلة في الهواء الطلق وسط أجواء يملؤها الغناء والفرح تقليد لطالما اعتاد الأردنيون على عيش أجوائه بنكهة الطبيعة آية السيد تلفزيون البحرين عمان